ياهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من خليجي من ون ون حلقة بإذن الله تعالى مثيرة مليئة بالقصص الكروية المختلفة من عالم الكرة الخليجية إلى العناوين تأهل المبكر للأنذية السعودية في النخبة نموذج كويتي خليجي في عالم التدريب رونالدو حبيب الملايين حياكم في دوري أبطال آسيا لهذا الأسبوع في الجولة الخامسة بدت الأمور تنعرف على مستوى المتأهلين إلى الدور المقبل وفعليا نجحت الأندية السعودية في بسط سيطرتها على المشهد الكروي للبطولة الأسيوية نجح الأهلي في تحقيق النقاط كاملة والوصول إلى الصدارة برصيد 15 نقطة من خلال الحاق الفوز بفريق العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد وما زال عين الإماراتي الأسف حامل لقب في مؤخرة الترتيب بنقطة واحد لكن ما زالت لديه فرصة للصعود نجح النصر السعودي في قلب الطاولة على فريق الغراف القطري هنا في الدوحة في مباراة جماهيرية مثيرة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وفصول إلى 13 نقطة وضمان الصعود وفي قمة الجولة المنتظرة كان الصراع شديدا ما بين الزعيمين الهدف السعودي والسد القطري في مباراة انتهت بالتعادل الواحد واحد وصعد الزعيم السعودي ب13 نقطة ووضع الزعيم القطري قدما في الدور الثاني برصيد 9 نقاط عاد الريام من تعادل مع برس بوليس الإيراني وأبقى على حظوظه إذن نقدر نقول مع فوز أيضا الوصل الإماراتي على الشرطة العراقية بثلاثة مقابل واحد بأنه هناك تقريبا خمس فرق أصبحت في الدور الثاني الصراع راح يكون في الجولة القادمة ما بين سبعة فرق على ثلاث مراكز من أجل إتمام عدد الصاعدين إلى الدور المقبل فيما البقي ستتصارع على المراكز من الأول للثاني أكبر نقطة مثيرة كانت في مباراة دوري أبطال هاسي هي ما سبق مباراة الهلال السعودي والسد القطري والإجابة اللي كانت مثيرة للجدل للمدرب خورخي جسس اللي يتكلم عنها بالمقارنة ما بين الدور السعودي ودور القطري وبغض النظر عن صحة هذا الكلام أو خطأ يمكن يكون أكبر عدو للهلال السعودي وكان في النسخة الماضية وفي النسخة الحالية هي من نفسه أهو والشعور أحيانا بأنه هناك فوارق كبيرة ما بينه وبين الآخرين ممكن تجعله يصطدم مع الفرق الأخرى التنافسية المستعدة خاصة إذا عرفنا أن السد القطري هو زعيم الكرة القطرية وبطل هذه البطولة في نسختين ويضم في عناصرة أفضل عدد ممكن محترفين اللي كانوا أغلبهم غايبين عن هذه المباراة بالإضافة إلى عناصرة اللي أغلبهم لاعبين في منتخب قطر الوطني واللي بيّن خاصة في الشرط الثاني بأنهم منافس غير شرس دائماً يا جسس حط قدمك على الأرض من أجل تكرار تجربة فلمينغو الرائعة على مستوى أمريكا الجنوبية قصتنا الكروية اليوم قصة أنا شفتها في عيوني لما بدت وتابعتها ليه ما وصلت إلى هذه المرحلة قصة المدرب الكويتي عبدالله الشلاحي المطيري هذا المدرب يوم من الأيام كان طموحاً أنه يكون مدرب من المنتخبات والأمانة لما قال هذا الشعور وهذا الرغبة تعرض للعديد من الأمور خاصةً اللي فيها كان استهزاء بشكل كبير جداً لكنه قرر يحقق ذاته من مكان غريب جداً بالنسبة لنا في الوطن العربي وصحب جداً حتى في ناحية النجاح بدأ عبدالله الشلاحي مدرب في القطر في السعودية وفي الكويت لكن محطة المنتخبات بدأت بالنيبال في كتمندو مكان صعب ببيئة صعبة في ظروف غير صعبة شفت بعيوني النيباليين وهم يهتفون للكوتش عبدالله بعد ما نجح في تحقيق المفاجأ والوصول إلى نهائي جنوب شرق آسيا شفت تأثيره في الشعب النيبالي وحبهم له واستقباله على صعيد المستويات ثم انتقل لتجربة لا بأس بها أيضاً مع منتخب أفغانستان الظروف اللي كانت صعبة يمكن ما خلت الكابتن عبدالله يكمل وشفت آخر مرة هنا في الدوعة التجربة الجديدة مع المنتخب السرلنكي والفرحة الكبيرة والطاغية لما نجح المنتخب السرلنكي في تحقيق انتصار في الودية اللي جمعته مع المنتخب اليمني هنا في ملعب الخور بهدف مقابل لشيء أتى في الدقيقة التسعين شفت الفرحة على وجه الاتحاد السرلنكي وشفت الفرحة على وجه الجمهور السرلنكي وفخرهم وحبهم هذا المدرب اللي قرر انه ينقل تجربته في التعاطي مع الشعوب واسعاد شعوب جنوب شرق آسيا اللي أصبحت تفتخر بتجربتها في كرة القدم ولذلك قررنا من باب التجيع في حلقتنا من خليجي منونون استضافة الكوتش عبدالله الشلاحي لأنه يكون علينا ضيفا في خليجي منونون بفهد مسيرة مميزة وملهمة لشعوب جنوب شرق آسيا خاصة نيبال أفغانستان سألنك الهام اللي يرافق قبولك في هذه المهام التدريبية كلمنا عنها أكثر أول شيء أحب أشكرك دكتور على هاللغاء وبالنسبة للسؤال طبعا هي أكيد مسيرة ملهمة للشعوب لأنه كنت قريب جدا من هذه الشعوب كنت على علاقة وثيقة معهم يمكن ما زلت حتى الآن يعني أستمت لما أشوف نيبالي أو أفغاني أو سرلنكي أحس أن قدمت رسالة كبيرة لهم قدمت حقق داتي أو جد داتي أيضا لما أكون سبب في إلهام أو تعبير عن فارحة بالنسبة لهذه الشعوب يمكن الكثيرين خلنا نقول يقولون أن هذه المنتخبات ليست ذات تاريخ في الرياضة أو في كرة الغدم لكن هذا الأمر ما يهم اللي يهم أن هذه الشعوب أوجدت الإلهام أوجدت السبب أوجدت الدافع أنها تتابع لعبة كرة الغدم وتصبح لعبة الأولى شعبيا أو تقترب من منافسة على المركز الأول شعبيا هذا الأمر هو الأهم يمكن لما يشوف أصعب المشاهد اللي يشدتها بحياتي انتظار الآلاف من النيباليين في المطارة وفرحة السيرلنكيين في التأهل التاريخي وفرحة الأفقان بعدم إيجاد عقوبة من قبل الفيفا والاتحاد لا سوى بالإيقاف فالحمد لله هذه الأمور كلها تخليني سعيد جدا وفخور أني كنت جزء من هذه العملية الرياضية ودائما أنا تعلمت من الوالدة اللي يضول عمرها اجبر تجبر يعني اجبر قلوب الناس يجبر الله قلبك فما في أجمل منك تسمع الفرحة للبسيطين والفقراء اللي قد تكون الرياضة أو كرة غدم مباراة كرة غدم هي الوسيلة الوحيدة للترفيه عندهم باختلاف طبعا العوامل الاقتصادية ما بيننا وما بينهم بوفاد شاهدنا نجاحك في تحقيق انتصار انتصار مميز جدا على حساب المنتخب اليمني هنا في الدوحة في الودية اللي قيمت في ملعب الخور صدى هذا الفوز لك كمدرب خليجي في الشارع السلنكي طبعا شوف النجاح هنا الصدى ما لكان حيل كبير يمكن أول فوز على منتخب عربي اليمن يمكن سبغ لهم الفوز في 2011 على منتخب لبنان لكن كان أكثر المتابعين من منتخب لبنان ما كان منتخب الأول فكان شوي تفرق العملية أتكلم لك عن الإنجازات اللي صارت مثلا تأهل التاريخي النهائي كأس جنوباسي مع نيبال بعد ثلاثين سنة أول مرة تأهل التاريخي أول فوز رسمي في مع أفغانستان بعد أربع سنوات ونصف من الخسائر والتعادلات في المباريات الرسمية تأهل التاريخي أيضا بعد أشين سنة مع منتخب سرلنكا كل هذه الإنجازات ما تنسب لي أنا بروحي في فريق عمل الاتحادات أو اللاعبين لكن بالنسبة لي هي أكثر متعة أنك تعطيهم دافع شوف أنا ممكن أكون يعني عندي فلسفة بخاصة أن الإنسان بدون أمل بدون دافع صعب أنه يكون يعني يكون عنده شيء للحياة خاصة الفغراء يحبون أي شيء عشان بس يحسون أن هناك حياة أو خلنا نقول فيه متعة في الحياة أو سعادة فبالنسبة لي عملية جدا ممتعة لما أشوف خصوصا الفغراء بالشارع لما أشوف الناس البسيطة خلنا من الوزارة من المسؤوليين لما تشوف الناس البسيطة في الشارع هني تحس بلدة أكثر تحس بقيمة أكثر للإنجاز خاصة للحين يعني لما قابل نيباليين أو أفغانا أو سيرلينكين لحدا ما لما أشوف دموعهم وبعينهم لما يحقنوني أو يصور معايا وهذا فحس بفخر فخر أن أوجد شيء لهم سبب من أسباب السعادة في الحياة فهذا أهم شيء هذه بظيفتنا الأساسية أصلا بالتدريب وكرة القدم عموما وشكر لك شكرا لك المدرب عبدالله الشلاحي المدرب الكويتي مدرب منتخب سلامك وفعلا فعلا كرة القدم تقدر تقرب وتوحد بين الشعوب وأنا أثق يوم ما بأن الكوتش عبدالله سيحصل على جائزة كبيرة لدورة في هذا الجانب في كرة القدم وبما أننا ما زلنا في دائرة الإلهام الكروي لنجوم كرة القدم من لاعبين ومدربين فلا يوجد نموذج أكبر من كريستيان ورنالدو مع هذا الإلهام لهذه السيدة السلنكية الصحفية اللي أتت الدوحة وانتظرت لحظة تاريخية لها من 21 سنة خلونا نشوف ونرجع هل سؤالك يمكن أن تدره؟ الكثير من يجب أن تتعرف بسبب لقد أمتلك مجرد منه لأنه هو مجرد هو مجرد منه لقد أمتلك الكثير منه ولكن في 2003 لقد أردتها فيه في منجسTER أولا لقد أصدقائه وقد أصدقائه وقد أصدقائه هو هو مجرد وكل شيء لقد أردتها الله شفت كريستيان ورونالدو في مباراة واحدة في قطر حقق أشياء أعطتنا انطباع للي ما يعرف فعليا لماذا هذا النجم واحد من الأكثر تأثيرا على مستوى كوكب الأرض عرفت الناس أن رونالدو حاضر حاضر الصحفيون من كل مكان حاضرت الجماهير من كل مكان من داخل وخارج قطر انترس الملعب أكثر من سبعة وثلاثين ألف متفرج شجعوا بحماس وحطوا أعينهم وكاميرات جوالاتهم على الدون البرتغالي في كل لحظة في كل هدف من أهدافه وتفاعلوا معاه في احتفالية السي من خلال تسجيل الأهداف في تلك المباراة خرج رونالدو فخرجت معه الجماهير وهنا يعطيك الانطباع انتظره الصحفيون وما خير ظنهم وحضر المؤتمر الصحفي وكل من قدر يتصور مع النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو هذا يعطيك التأثير الكبير السرلانكية حققت أحلامه ميزة رونالدو الكاميرا عليه مو عليه شاهد تأثير الإيجابي يعني مش منتبه وتكلم عن خسله وتكلم أيضا بكلام طيب عن قطر وحديثه عنها الجميل بحضوره إلى كأس العالم هنا في قطر 2022 فحلا كريستيانو رونالدو صفقة مميزة جدا وهو شيئنا وبينه بوجه النظري مع المشروع السعودي المميز هو يعتبر رأس الحرب الحقيقي في تسليط الأضواء على الدور السعودي المحترفين دور روشن في نسخة الأخيرة وأيضا على انطباعاته المميزة اللي يقدر استفيد منها الواحد داخل وخارج الملعب وما زال الإلهام بالنسبة له كلاعب وبالنسبة للمشجئين وبالنسبة للجيل القادم لما يقدمه على أرضية الملعب من عطاءات رغم تقدمه بالعمر وكفاح الشديد من أجل الوصول للهدف الألف الأمر اللي نتمنىه للنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو سي فعليا إلى هنا وصلنا معكم من ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من خليجي من ون ون لا تنسوا من لايك وشير وسبسكرايب شوفكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إلى الملتقم ترجمة نانسي قنقر